عسلام ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لفجي كيفما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة أو متنوع اليوم بش نحكيه على تسريحات سيهم العيدي وتقول لوحوش الدمية تنهج قطاع رياضة وقريبا سأكشف كل الحقائق أسرار خطيرة تكشفها سيهم أكدت الوزيرة المكلفة سبقا بتسير وزارة الشباب والرياضة سيهم العيدي أن هناك لوبييت تنهج قطاع رياضة ووصفتهم بالوحوش الدمية مبينة أن القطاع مريضة ويحكمه من يبذرون المال العام ويهشمون التقاط والكفاءات بحسب تعبيرها وقالت العيدي في تدوين نشرت على حسابها بالفيسبوك أنها ستكتشف الحقائق وستكشفها للرأي العام قريبا موظفا أنها ستظل في خدمة القطاع الرياضي حتى بعد مغادرتها للوزارة وكان رئيس الجمهورية قاس سعيد قد أصدر أمن رئاسيا يوم الاثنين 13 سبتمبر الجيري يقضي بأعفاء سيهم العيدي كاتبة الدولة لدى وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني والتي تم تكليفها بمهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة من مهمها بأدن سيوم شلائق وشترا كوتفيل جارسو باي باي